ونحن أقرأ القرآن الكريم يا سيدي الفضيل في قصة خلق آدم هنما أمر الله سبحانه وتعالى الملائكة بالسجود لآدم فسجد الملائكة كلهم أجمعون إلا إبليس لم يسجد معنى هذا الاستثناء وهل إبليس من الملائكة وإذا لم يكن فكيف نفهم هذا الاستثناء ولماذا جاء هنا واللمسة البيانية الموجودة فيه هذا يبدو لي أثير أكثر من مرة على كل هذا الاستثناء منقطع نسمي إحنا بمعنى؟ منقطع يعني ما بعد إلا ليس من جنس ما قبله وليس منه منقطع منفصل المصطلحان واحد للدلالة على معنى واحد متصل ومنفصل المتصل ما كان بعضا من الأول مثال مثالي يتضح المقال مثلا مثلي أقبل الرجال إلا محمد واحد منهم أو إلا رجلا إلا رجلا هذا ما بعدها هذا متصل طيب منقطع منقطع في القرآن وفي غير القرآن ما لهم به من علم إلا اتباع الظن اتباع الظن علم؟ لا خلاص هذا المنقطع ليس علم وقال ما لهم به من علم إلا اتباع الظن نعم لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثيمة إلا قيلا سلاما سلاما وقيلا سلاما سلاما مش تأثيمة ولا حاجة ولا لغو ولا لغو ولا تأثيم منقطع هذا منقطع لأنه ليس من جنس ما قبله إلا ليس تمام بالعامل تقول أقبل الطلاب إلا الفراش ليس من جنسهم منفراش بالطلاب منقطع منقطع فإذن هذا الاستثناء منقطع لأن إبليس من الجن كما أخبر ربنا إن إبليس كان من الجن ففسق عنها ربنا نعم تقول لي إذن طب ليه الاستثناء وما أوجده في وسطه لماذا إذن هو إذن ربنا قال للملائكة للملائكة فلماذا إبليس لا إذن الخطب ما كان يخص إبليس لا هو إبليس خطب خاصة خاطب الملائكة أسجدوا وخاطب إبليس قال أسجد بديا القочة تعالى ماذا قال لإبليس فقلنا الملائكة سجودوا لآدم فسجدوا إلا إبليس ماذا قال لإبليس لما حاسب ما منعك أن تسجده لما خلقت بيدي ما مو فقط هات إذ أمرتك إذ أمرتك ما منعك أن لا تسجده إذ أمرتك إذن هو أمر الله إذك الله أمر مستقل أمر الملائكة كلهم مرة واحدة وأمر إبليس أمره قال لأنت أيضا مأمور بالسجود إذ أمرتك أيها فإذن هو كان مأمور بالسجود ولست نعمقه لكن في غير ما موضع ربما لم يرد الأمر الإبليس تحديدا قلنا لملائكة سجودوا لآدم فسجدوا لإبليس فسجد الملائكة وكلهم أجمعون في العموم يعني لهم كانوا موجودين لكن وضحها يعني هو كان مأمور للسجود لكن هل لنا لغة الناس هل يجوز استثناء إبليس من الملائكة مع أنه ليس منهم ولم يكن منطرفة عين منقطع لغة يجري طبعا منقطع